اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شيخ الحاديث يبث علماً مسنادا أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادا واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علماً مسنادا يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا صف الحياة ونور روحك أن توطع محمدا أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادا واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علماً مسنادا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فمن الحقائق المسلمات أننا نموت ومن الحقائق المسلمات أن ما آبنا ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى ومن الحقائق المسلمات أيضا أن نهاية الشوط إما إلى جنة وإما إلى نار فالأمر جد كله ليس فيه شيء من الهزل قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقال تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى تعالى الله الملك الحق وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وبين ربنا تبارك وتعالى أن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا عبثا إنما هو ظن الكافرين قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أما أهل الإيمان فقد قال الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين فإذا كان الأمر بهذه المثابة فأنت أيها السائر إلى الله عز وجل هل تعرف طريقك طالما أنه في نهايته نار أو في نهايته جنة هل أعددت للأمر عدته أم أنك استخففت بالأمر كله نحن نريد أن ندلك على الله سبحانه وتعالى أيها السائر ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى فأنا أدلك على طريقه فلابد حينئذ أن تعرف علامات الطريق وأن تعرف عقباته أيضا وأن تعرف المسافة الزمنية التي ستقطعها حتى تبلغ المنزل فهل عندك علم بكل هذا؟ إنما نزل القرآن كله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المباركة لبيان هذا الطريق فحتى تكون على بينة من أمرك وتعلم أن الأمر جد كله ليس فيه شيء من الهزل مطلقا كما يظن بعض الناس أنهم أتوا إلى الدنيا يأكلون ويشربون وما يهلكهم إلا الدهر هؤلاء مآلهم إلى النار قطعا ويدل على ذلك الآيات القاطعات في كتاب الله سبحانه وتعالى الطريق على وجهين قال الله عز وجل فيهما إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وبين لنا الشاكر بيّن لنا عاقبة الشاكر وبيّن لنا عاقبة الكافر فقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم لا يرضى عن الشيء يعذب عليه ويرضاه ويحبه يثيب فاعله وقال تعالى إنا هديناه النجدين النجدان طريق الخير والشر فأنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزلنا على الأرض أعلمنا أن كلها مشاكل قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد كل شيء في كبد هذه الدنيا التي يتكالب الناس عليها أريد أن أبين لك حقارتها بشيء لا ينكره أحد منا فإن كلامنا عن الدنيا سيأتي وهو كلام طويل منضبط بضابط الكتاب والسنة كل لذات الدنيا مبنية على الحرمان هل تصدق؟ ما من لذة يحرزها العبد إلا كان محروما منها قبل ذلك والولي مسرور بها لي منشرح الصدر بها يعني أراد أن يسكن في قصر منيف كان الأول يسكن في حي شعبي يسكن في غرفة وصالة غرفتين وصالة تمنى وربما سافر إلى الخارج يحمل أمنيات كثيرة في قلبه يتمنى أن يحرزها عنده شباب وجلد وطموح وليس عنده مال يسافر عشرين سنة ثلاثين سنة ويبني فإذا رجع في نهاية المطاف رجع شيخا ولكن معه مال فتغيرت معطياته صار عاقلا بالعمر الطويل الذي أنفقته في جمع هذا المال أنا أفعل به كذا وكذا أحلام الشباب لا صار عاقلا فلا هو استمتع بشبابه ولا هو استمتع بالمال لتحقيق أمانيه فحتى لو استمتع وأتى وحقق أمانيه كان محروما من هذا القصر فلما جاء بناه استمتع ما سر متعته الحرمان كان محروما فكل لذة في الدنيا أصلها الحرمان فهي ما تساوي قليلا ولا كثيرا وإن كانت مزرعة الآخرة ليه لأن برضو بعض الناس عندهم نوع من التجاوز يهمل الدنيا بالكلية ويطلب من الناس أن يطلقوها وهم أبناؤها وعلى لبانها فطموا فيصعب عليهم تركها عن عبد الله بن مسعود وكذلك رواه البزار رواية الأعمش ورواية منصور بن المعتمر كلاهوة في مسند البزار بسند صحيح ورواه البزار أيضا عن سفيان الثوري عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود وهذا سند صحيح أيضا فالحديث صحيح فلا جرم أن صححه ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم رحمة الله على الجميع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا صراط الله ثم رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله عن يمين الخط الطويل اللاحب هذا رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة وفي رواية قال وهذه صرط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه ثم تلاقوا له تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون يبقى أول شيء أو أظهر شيء يميز صراط الله عز وجل أنه مستقيم يعني مستقيم يعني إيه ما فائدة هذه الاستقامة ضع قدميك عليه وامشي لا تحول قدميك تصل إلى المنزل بخلاف طرق الشياطين طرق الشياطين متعرجة ثم إنها قصيرة أما صراط الله عز وجل فطويل لاحب يعني كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما والصحابة اختلفوا في المسألة فقسم صار مع علي وقسم صار مع معاوية رضي الله عن الجميع ابن سعد بن أبي وقاص سألوه لأن سعد كان ممن اعتزل الفتنة أخرج من المدينة إلى وبنى له دارا بمنطقة اسمه العقيق الواد المبارك يعني اللي هو عند ذي الحليفة وإعتزل للناس جميعا وابن عمر اعتزل للناس ومحمد المسلم أيضا اعتزل للناس وكذا فراجعوه لماذا اعتزلت فقال الات قال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق وبينما هم سائرون أظلمت عليه حصل نوع الضباب الكثيف على الطريق بحيث أنهم لا يميزون الطريق لو أخرجاده لم يكد يراه فرسم الشيء لا يرى فالرفقة اجتهد فقال بعضهم الطريق يمينا فسار وقال بعضهم الطريق يسارا فساروا وقلنا نحن اللي جميعا اعتزلوا القصة كلها نبقى مكاننا حتى تنجلي فلما انجلت كنا على الأمر الأول للوقتي الذين اتجهوا يمينا اجتهد قد يخطئ والذين اتهدوا يسارا اتهدوا فقد يخطئون أما الذين وقفوا فهم على الصواب قطعا ليه لأننا لم نختلف من أول الطريق إلى هذه النقطة لم نختلف كلنا كنا مع بعض ثم صار بعضنا يمينا صار بعضنا شمالا وبقينا نحن على الأمر الأول اذا انا ماشي على طريق المستقيم لو مغمض عناية هاوصل لكن الطرق المتعرجة هذه مشكلة لا بد أن يكون المرء بصيرا بها فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف صراط الله عز وجل وبينه من القرآن وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه هذا على الأمر ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذا هو الذي جرى للأمة بكل أسف كما سنبسطه إن شاء الله تعالى بعد ذلك كل في مكان فيبقى هذا الطريق الطويل المستقيم طيب الطريق المستقيم ده هل له صفات أخرى أول حاجة عرفنا أنه مستقيم الحاجة الثانية عرفنا أنه طويل تمام يعني يستوعب عمرك وكم استوعب من أعمار الأمم يعني من أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وأرسل الله عز وجل للرسوله تترى إلى بني آدم وهذا الطريق استوعب أعمار الأمم كلها تمام في طريق مستقيم طويل تمام لكن هذا الطريق له صفات أخرى وقد وردت في حديث صحيح صححه الإمام الترمذي والحاكم وقد رواه الإمام أحمد أيضا وهو حديث صحيح من حديث النواس بن سمعان بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما أنا أعيز الأخوة الذين يشاهدونني الآن عايز يركز لأنني سأضع صفة للطريق الآن لازم يركز معايا علشان يفهم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما تخيل الطريق على جنب الصراط سوران يبقى أنا عندي طريق وعندي صور يمين وعندي صور شمال والصور ده ماشي للآخر وعلى جنبي الصراط سوران وفي صورين أبواب مفتحة يمين وشمال وعلى الأبواب ستور مرخاه تعيز ما تكون فتحة بلكونة أو فتحة شباك وانت شدد عليه ستار هي الفتحات الموجودة في طول السور كله من اليمين ومن الشمال كل الفتحات دي عليها ستور عليها ستائر يعني عليها ستور مرخاه مشدودة على هذه الفتحات على باب الصراط الطريق ده داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا تمام ده على باب الصراط أو على رأس الصراط وعلى وفوق الصراط فوق خارس السوران كذا فوق الصراط داع كلما أراد أحد أن يفتح هذه أن يفتح هذه الأبواب ويزيل الستور مرخام على الأبواب يقول له ويحك لا تفتحه فإنك متى فتحته ولجته بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل قال أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله جل ثناؤه وأما الأبواب نوافذ الفتحات في الأسوار فهذه محارم الله عز وجل وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم الواعظ ده اللي هو الضمير اللي هو النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب ولا تدعو هذه النفس اللوامة مهمة جداً إذا مات قلب الإنسان انتهى صار قبراً متحركاً مجرد جثة هامدة صار جثة هامدة لا قيمة له فأنا أرجع إلى المثل مرة أخرى عندي طريق طويل أدعي عندي حدود الله حدود الله عز وجل أحكامه سواء جاءت من طريق الأمر أو جاءت من طريق النهي نحن عندنا الأحكام الشرعية إما أمر أو نهي والأمر على ثلاثة أوجه إذا جالك فعل أمر سواء في القرآن أو في السنة يبقى واحدة من ثلاثة إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً وإما أن يكون مباحاً الواجب العلماء بيعرفونه فيقولون ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام افعل صلوا كما رأيتمني أصلي صل فعل أمر تمام أقيموا الصلاة آتوا الزكاة دي كلها واجبات على العبد إذا لم يفعل عذب تمام يبقى ليس للمكلف اختيار ما يقولش لا يا يفعل يا يعذب ده يبقى ده إيه ده اسمه الواجب المستحب إذا فعلته تثاب وإذا لم تفعله لا تعاقب والمسألة دي برضو فيها تفصيل ليس الآن أوانه المباح مستوى طرفا تعمل أو ما تعملش لتنين زي بعض تمام يبقى أنا عندي الدين أمر أو نهي الأمر على ثلاث أوجه النهي على وجهين يقولك النهي ده إما يكون نهي إما يكون حرام أو مكرور طبعا حنا فيها لهم تفصيل برضو يقولك كرات التنزيق كرات التحريم برضو مش موضوعنا الآن فيبقى السوران حدود الله حدود الله اللي هي كل ما يتعلق بالأمر والناهي الأبواب المفتحة دي محارم الله الحرام الذي لا يحل لك أن تليجه على الأبواب ستور مرخاة طب الستر المرخاة والستر المحطوطة على الباب اللي هي إيه اللي هي النص لا تفعل أول ما تكسر الأمر وتقول لا أنا حر زي ما برضو الكلام اللي إحنا برضو بننبه عليه يقول أنا حر يعني أنا منفلت أعمل اللي أنا عايزه أول ما تقول أنا حر يبقى شدت الستارة طب إيه اللي حاجزك إنك تدخل للباب الستور المرخاة إذن الستر المرخاة على الباب هو النص 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 الناهي لا تفعل واللي بشد الستارة عارف ساعات كتيرة هو رايح فين أنا ما أظن مثلا رجلا تلبس مثلا بكبيرة كالزنا أو شرب الخمر كان جاهلا أن هذا حرام بل كان يعلم أن هذا حرام ما الذي جرأه وأدخله شد الستارة طيب طب علشان ما يشدش الستارة دي الطريق مستقيم تفضل ماشي كده أول ما تحود على جنبي من شمال توقف تبص بدأ الانحراف وكما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أنا برضو عايزك تنصت لي وتتخيل المسألة أنا عندي حرام حلال محض محض لا اختلافة فيه حرام محض لا اختلافة فيه وعندي بينهم منطقة شبهة خلاص يبقى عندي المناطق تلاتها عندي حلال محض تخيل كده الحلال ده بينه بين الشبهة جدار تمام وبعدين أدي الحلال أهو وأدي جدار وأدي الشبهة وأدي جدار وأدي الحرام فلو أن إنسانا ظل في منطقة الحلال المحض ممكن يوصل للحرام مستحيل يوصل للحرام مصال فيه متى يصل إلى الحرام إذا قافز من على الجدار اللي ما بين الحلال والشبهة طيب طول ما هو لسه لازق دهره في الجدار اللي بين الحلال والشبهة برضو لسه برضو بعيد عن الحرام إمتى يقرب من الحرام يبتدي يمشي يمشي كده لحد ما أصل للجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام أول ما يقفز من على الجدار يوم داخل في الحرام على طول طيب علشان البن أدم يأمن نفسه ولا يذهب إلى الحرام أبدا يفضل في الحلم أول ما يدخل في الشبهة نخاف عليه وقال المحدث يبقى أنا أصبح الطريق عندي دلوقتي واضح طريق لاحب لأسمى ابن سمى جادة طريق لنص الطريق يعني أنا ماشي عليه كتاب الله عز وجل وقت ما تتعواجش تروحش اليمين ولا تروحش مال خلاص عندي كتاب الله وعندي ضمير جواي واعظ الله في قلب كل مسلم يبقى أنا يتضافر الداعيان جميعا على حظ العبد على أن يستقيم لربه سبحانه وتعالى دا هذا صفة الطريق بصورة إجمالية طيب عقبات الطريق طبعا إحنا عندنا شيطان وهذا الذي رفع عقيرته على ربه وأمره بالسجود فأبى وأقسم لا يضلن لا يضلن بني آدم قال الله عز وجل أوهذا صلاة علي مستقيم خلاص عندي شيطان رجيم وصف الله عز وجل عداوته في القرآن بأنها عداوة بيّنة إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين وقال لآدم حواء إنه لكم عدو مبين وقال الله عز وجل فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أنا مش فاهم يعني البنى آدم اللي بيحسب الحزبة دي أنا لو لو افترضنا يعني جدلا كده إن الشيطان ده ابن حلال مصفي ما هو الشيطان يعني افترضنا أنه يعني أنه ملك كريم بلى الشيطان يبقى ملك قال ليه ملك كريم ملك كريم في مقابل رب العالمين تتخذ منوليا لو اتخذت الملك ضللت الله عز وجل يقول أفتتخذونه بعد ظهور عداوته البينة وليست خفية إنما جعلها بينة ليقيم الحجة على كل مخلوق فيش واحد يقول أصلا كنت خفية علي أصلا لما كنت شواخت بالي لا الدنيا كلها تشترك في كره الشيطان وبغض وتقبيح صورته لو قلنا لأي صاحب قلم في جنبات الأرض صور لنا الشيطان كل إنسان سيصور الشيطان بصورة قد تختلف من إنسان لآخر لكنها تشترك في القبح وتشترك في الشر فالشيطان فالشيطان عدو مبين تمام ده يقف لك على الرصد ده منتظرك وهذا الشيطان قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فتصور عدوك أنت لا ترى حيجي لك من الخلف حيجي لك من أمام يجي لك من من اليمين يجي لك يا صار جات ست يعني هيجي لك من أي جهة مقدور يقدر عليها أنت لما يكون عدوك من تشعر فيجي لك من يجي لك من يم يتبقى مرعوب تمام الشيطان ده بيتشكل ولعبك لو أنني أبصره كان ممكن أتصرف معاه أو قال لي يقوى قلبي في مواجه ذه وجعل له جنودا بالملايين أو المليارات وعطاه وسائل الإغواء فهذا الشيطان لا يريد أن تصل إلى الله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فيبقى الشيطان شغلته يوديك النار وده يمستنيك على الطريق ينتظرك على الطريق نعمل إيه في الشيطان ده الفضيل بن عياد أبو علي رحمه الله وهو أحد السادة الكبار من علماء الحديث ومن أئمة الزهد الكبار سأل رجلا يريد أن يمثل له الشيطان وكيف يستعين على ذفع الشيطان سأل رجلا قال له ماذا تفعل إذا كنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم تعرف كلب الغنم ده أي واحد غنم معه غنم والكلام ده الكلب يبقى شرس ليه؟ لأن فيه ذئاب فلا يمكن الذئب أن يصل إلى الكلاب فعنده شراسة كلب الغنم ده والنبغة الزبياني كان له بيت كان عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا به على ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقات في حل الشعراء كان يقول النابغة تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستفر الحامي أي واحد غنم معهش كلاب الديابة تاكل الغنم إنما لو الغنم دي لها مستفر حامي تعرف المستفر الكلب المستفر الذي جلس على مقعدته ونصب يديه ووضع ذنبه بين فخذيه فده اسمه استفار عشان كده المرأة الحائض النبي صعى صلى الله عليه استفري بثوب أي ضعي خرقة على موضع الدم فالمستفر الربال هو وضع الذنب بتاعه ما بين فخذيه وجالس على مقعدته ونصب يديه ده نوي عمل نوي انطلق يعني جاهز تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستفر الحامي فبيقول له يعني انت ماشي في طريق واحد غنم معه غنم ومعه كلاب طالع عليه كلب الغنم تعمل معه قال له أرميه بحجر قال له فإن رجع إليك قال له أرميه بحجر قال له فإن رجع إليك قال له أرميه بحجر قال هذا أمر يطول لين ممكن حاجة من اثنين يا أنا ملائش الحجر أجل دور على الحجر عشان أضربه ملائش ومن الممكن أن أجد الحجر ولكن ساعدي لا يقوى على الرمي إذا حيكلني الكلب إذا المسألة كل ما يجي أدي له طوبة ده مش نافع الكلام ده هذا أمر يطول لا سيما طريق الله عز وجل طويل زي ما احنا قلنا مستقيم ولسه هتكلم على المسافة الزمنية اللي إنسان هيقطعها حتى يصل إلى المنزل فقال الرجل له وماذا أفعله يا أبا علي قال عليك برب الكلب قل لي صاحب الكلب حوشه عني كده بخلصت الموضوع بدل ما تقعد كل شاتر ميب طوبة والكلام ده لا قل لي حوشه امنعه عني خلال صاحب الكلب هياخده يريد أن يقول له عليك برب الشياطين وما أضلت يبقى ليس لك إلا الله في دافع هذا الشيطان وأنا طبعا هأخر الكلام في المقارنة بين شيطان الإنس والجن لكن يبقى أنا عندي الشيطان الكبير إبليس الملعون والجماعة الزبانية بتوعه الصبيان بتوعه الكلام ده وعندي شياطين الإنس والجن أدي العقبة التانية وعندي النفس الأمارة بالسوء التي أحملها بين جنبي فبالله عليك رجل تكالبت عليه كل هذه الأعداء يجوز له أن يغفل أو أن يسهو أو أن يستهين بعداوة هؤلاء ما ينبغي لذي عقل أبداً أن يرى أعداءه وخصومه بهذه القوة ثم لا يلوذ بربه فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يتفضل علينا وأن يقبل منا أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علماً مسناداً يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسدداً يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسدداً صفو الحياة ونور روحك أن توطع محمداً أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علماً مسناداً اشتركوا في القناة